تعال اقول لك تصريحات كابتن محمد رمضان كلها اللي قالها منذ لحظات يعني قال ان انا اخطأت كابتن محمد رمضان بيقول ان انا اخطأت في تصريح تدريم الفريق بصفقة اجنبية قبل اغلاق باب القيد وكان مش من الصح ان انا اقول التصريحات دي ومش اصلح خطأ بخطأ واروح اتعائد مع اي لعب اجنبي وخلاص ويكون عيب على النادي مستقبلا وقال ان ارقام الاجانب اللي اتعاقد معه من نادي الاجلي اخر خمس سنين ما كانتش جيدة وفيه استراتيجية جديدة في عملية استخدام اللاعبين الاجانب للفريق وقال ده كلام محترم اوي قالك فترة متابعة اي لعب اجنبي جديد هينضم للفريق قد تصل الى شهر وهنرقبه على الطبيعة في التدريبات والمباريات امام المنافسين وهنقيم سلوكه داخل وخارج الملعب قبل التوقيع معه كلام محترم جد قال كمان معلومة مهمة انه تم الاتفاق خلاص على بيع احمد الكندوسي الى فريق سيراميكا كيليو باتر طيب في حكاية الكندوسي دي احنا عندنا معلومة ان راتب الكندوسي في عام الاعارة الحالي بيتم تأسيمه او مناصفته ما بين النادي الاهلي والسيراميكا كيليو باتر يعني الاهلي الاهلي بيدفع 250 الف دولار وسيراميكا كيليو باتر بيدفع 250 الف دولار دل راجل النص مليون دولار طيب سيراميكا وافق انه هو يشتري اللاعب من النادي الاهلي الاهلي كان عرض اللاعب للبعزة محرككم معارفين وهو اللي هيتحمل بعد كده الراتب بيه الكامل اللي هو 500 الف دولار في الموسم الاول 550 الف دولار في الموسم الثاني و600 الف دولار في الموسم الثالث وهنا تتقفل حكاية تحت احمد الكندوسي نهائيا ويضمن سيراميكا كيليو باتر اللاعب كان لازم سيراميكا كيليو باتر يعمل كده عشان اكيد لالك انه هيبقى منفتح على اي عروض شراء للعب وسيراميكا اكتر نادي بيستفاد من اللاعب الموسم اللي فات وبيستفيد بيه في الموسم اللي هيبدأ ده وبالتالي كوندوسي يعني شبه لاعب في سيراميكا كيليو باتر هو بقى له مسيمين وبالتالي اشتريه انا اولى اكيد سيراميكا كيليو باتر فكر كده بدل ما كان نادي يخش يشتريه من النادي الاهلي فدي حكاية حكاية مهمة وقع كابتن محمد رمضان في رأيي ما كانش مفوض يطلع يقول وهو اعترف خلاص بالخطأ يعني لقى له مدلوقتي بعد ما البنات النفسه بيعترف بالخطأ انه الاهلي هيتعاقد مع لاعب واثنين قبل غالك باب الانتقالات هي الحكاية ما تبقاش كده الحكاية ايه المتاح اللي قدامك والاهلي والزمالك وضاك الاندية اللي في مصر كلها ما بقاش قدامهم لعبين متاحين بنسبة كبيرة ليه؟ الموسم بتاعنا بيبدأ متأخر واللي سكن في فرقيته سكن خلاص يعني لعبك جامدة بتلعب دلوقتي وفي اسبوع الخامس والسادس والسابع والعاشر في الدورياتها فانت مش تنفع تخش تشتري لعبها دلوقتي خلاص فانت غزبا عنك آسفا يعني مضطر تنتظر ليانايري اما دلوقتي تجيب اللعبة بقى اللي كانت في لي ومش لقى يانايري وتاخد اي لعب فاكيد مش من المفترض انه الاهلي كان هيعمل